طيب احنا عشان نسجل المقرارات الدراسية نحتاجين نعرف ايه الاحمال المتاحة لنا. فعندنا فيه تسجيل الفصول دراسية رئيسية وفيه تسجيل الفصول بتاعة الصيف. فالفصول الدراسية رئيسية اللي هي فصل الخريف وفصل الربيع. حد الاخصى ليك واحد وعشرين ساعة معتمدة. او تمام مقرارات الدراسية ايهما اكبر لو حضرتك التأدير بتاعك اعلى من او يساوي تلاتة. لو التأدير بتاعك اعلى او اعلى من او يساوي اتنين لكن اقل من تلاتة من حقك تدرس لحدة تمنتاشر ساعة او سبع مقرارات دراسية ايهما اكبر. يعني سبع دراسات مقرارات دراسية جابوا تسعتاشر ساعة معتمدة يبقى حضرتك تاخد سبع مقرارات دراسية. لو التمنتاشر ساعة يطلعوا بستة مقرارات دراسية فحضرتك هتاخد آآ الثمانتاشر ساعة يطلعوا بتسع مقررات دراسية في حددك هتاخد تمنتاشر ساعة معتمدة. لو حضرتك هافلود يعني جبت الجي بي اي بتاعك اقل من اتنين فتقدر تاخد لحد اربعتاشر ساعة معتمدة او خمس مقررات دراسية احنا بنحاول نساعدك ان انت تخرج تعلي الجي بي اي بتاعك عشان تقدر تتعامل بعد كده بطريقة ممكن تكون نور. من حقك تسجل فيه الصيف. الصيف اختياري. لكنه طبعا المصاريف بتاعت الساعات الخاصة بي. لحد تسع ساعات معتمدة او تلات مقررات دراسية ايهما اكبر لو حضرتك تأديرك اعلى من او يساوي تلاتة. وعندك لحد تمن ساعات او مقررين دراسيين ايهما اكبر لو حضرتك تأديرك اقل من تلاتة. لو هتخرج بنهاية الفصل الدراسي اللي احنا بنتكلم عليه ده. ومحتاج فصل محتاج مقرر اضافي فمن حقك تسجل مقرر اضافي ده لو هيساعدك ان ان انت هتتخرج في الفصل بها. التسجيل المتاخر المقررات. مش نهائي. مش الزامي من ناحيتنا في الكلية لان ممكن تكون الجداول اتعملت. ممكن تكون الاماكن خلصت اه ممكن يكون ما فيش اماكن. ممكن يكون ما فيش معامل مناسبة. لكن حضرتك ممكن تقدم الطلب وادارة الكلية. الادارة المعنية من البرنامج المعني. بتشوف ازا كان في مكان مناسب. يبقى حضرتك تقدر تسجل وساعتها هتدفع المصاريف الادارية الخاصة للموضوع. ترجمة نانسي قنقر